أزمة الهجرة غير القانونية من السواحل التونسية باتجاه أوروبا ليست جديدة لكن في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ تونس يأخذ الملف بأرقامه الأخيرة أبعادا أخرى وفق وزارة الداخلية التونسية فإن الحرس البحري أحبط خلال اليومين الماضيين أكثر من عشر عمليات الهجرة غير القانونية في الشمال والوسط والساحل والجنوب كما فاد بلاغ الداخلية التونسية بإنقاذ نحو 190 شخصا من جنسيات مختلفة من الغرق أثناء محاولاتهم عبور السواحل التونسية فيما تمكنت وحدات الحرس الوطنية العاملة بجهات إصفاقس ورواد ونابل وقرب من ألقاء القبض على 15 شخصا داخل منازل مهجورة كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات جياز الحدود البحرية خلسة على وقع هذه الأرقام المقلقة دعا رئيس تونس قيس سعيد إلى معالجة شاملة لمسألة الهجرة غير القانونية وشدد على ضرورة تصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم كما حذر سعيد مما أصفها بمحاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ تونس وبدت تصريحات سعيد ردا على تصريحات سابقة لزعيم النهضة راشد الغنوشي حذر خلالها أوروبا وتحديدا إيطاليا من طوفان مهاجرين بسبب تطورات الأوضاع في البلاد فبدت تصريحات الغنوشي تهديدا مبطنة للأوروبيين لحثهم على تدخل في الأزمة الراهنة في تونس مما أثار امتعاض عدد من الأوساط التونسية بما فيها قيادات من حركة النهضة ترجمة نانسي قنقر